موسط أجواء من الاضطهاد وحملات مداهمة البيوت والاعتقالات وتوجيه التهم الكاذبة احتفل المسلمون في الهند بعيد الأضحى المبارك فالمسلمون هناك يمرون بظروف عصيبة وقاسية بشكل يومي ويواجهون صنوفا من الاضطهاد من جانب حكومة ناريند رامودي المتطرفة بحسب مجلس الأحوال الشخصية لمسلم الهند المجلس أكد أن رد الفعل الأخير لبعض الدول الإسلامية والعربية إذا أئساءة الحزب الحاكم للنبي محمد صلى الله عليه وسلم ساهم في كبح جماح الحزب واضطره إلى طرد بعض المتطرفين من بين صفوفه ولو بصفة مؤقتة ما يعني أن على دول العالم الإسلامي مواصلة الدعم السياسي لمسلم الهند وممارسة الضغوط الدبلوماسية والاقتصادية على حكومة نيو ديلهي للكف عن سياساتها العنصرية ضدهم وبحسب مراقبين فإن أعمال العنف وخطاب الكراهية ضد المسلمين والديانات غير الهندوسية في الهند ليست وليدة اليوم لكنها تمتد على مدار عقود وإن تصاعدت بصورة ملحوظة منذ وصول رئيس الوزراء الحالي ناريندرامودي وحزبه الهندوسي بهاراتيا جاناتا في عام 2014 إلى السلطة حيث زادت مستويات خطاب الكراهية ضد المسلمين الذين يقدر عددهم في الهند بنحو 200 مليون نسمة حتى وصل الأمر إلى انتهاج سياسة الهدم بالجرافات لبيوت المتظاهرين المسلمين الذين احتجوا على الإساءة للنبي الكريم في المقابل يؤكد المسلمون في الهند على تمسكهم بدينهم وهويتهم الإسلامية مهما كانت التضحيات مطالبين المسلمين في أنحاء العالم بدعمهم شعبيا بالتظاهر ضد السياسات العنصرية للحكومة الهندية ورسميا بممارسة الضغوط ضد نيو ديلهي للتراجع عن تلك السياسات